كان هذا الشخص تحصل على عدد أصوات تسعمية وربعة آلاف تسعمية وربعة آلاف وستمية واثنين وربعين ما يمثل نسبة تسعة فاصل ستة وخمسين السيد وشيش يوسف تحصل على عدد أصوات خمسمية وثمانين ألف وربعمائة وخمسة وتسعين ما يمثل ستة فاصل أربعة عشر من المئة حقيقة وشيش رقم لعبته هالو لأن لأن أنت الأرنب الحمسي ضربتها في خمسة هو دميو ثمين وسبعين ضربتها في خمسة فاصل أعطته تسعمية وربعة بينما وشيش دميو ثمين وعشرين حسب نسب شرفي وضربتها في أكثر من كم ضربتها رقم أعطيته ستمائة ألف كان لازم تعطله كثار رقم نقصت له كان لازم تعطله خمسة فاصل سفر خمسة تضربوها في خمسة فاصل سفر خمسة أو فاصل سفر ستة لكي يدكي مادة الحمسي على كلين هما رقم فرحانين جدا قال لك بهذه النتائج شوف قضية بلك جماعة الأفافاس ما يتكلموش كثير على قضية الكذب من ناحية الدينية يعني الكذب وشهادة الزور ومالصح جماعة حمس هذا يدرسوها يعلموها قراؤوها كتبوها حطوها فيهم من يفسر القرآن مش نحكي على الناس العاديين نحكي على القيادة التاح ومع ذلك فرحانين أن فيه تلاعب في الأصوات بعضهم على الأقل باش يكونوا منصفين وأنه أعطاونا أكثر من اللي كنا نتوقع كانوا في الأول أعطاونا أقل بكثير مما توقعنا أو مما تفقوا معهم والآن أعطاوهم أكثر مما كانوا يتوقعوا هذه رأي شيء هذا تزور وهذه لا تعني فرد أو اثنين هذه رأي شيء رهيب جدا ومش أنا نعلمكم الدين لكم تعرفوا الدين جيدا يعني أو تدعونها كذا على الأقل والمفروض رأيكم تلاميذ حسن البنة وتلاميذ فلان وتلاميذ فلان وتلاميذ فلان فكيف تفرحونها بتزوير إرادة الأمة إرادة الشعب هذا أخطر تزوير أخطر كذب ممكن أن يقع وتكونوا فرحانين به يعني خلاص أراضيتم بالحياة الدنيا خلاص جعلتم رزقكم أنكم تكذبون خلاص الأمور والتي هي قضية بزنس وتجارة ومنصب برلماني ومنصب بلدية ومنصب في شركة ومنصب مش عارف وين وحط لي ابني له وحط لي بنتي هنا وعطيني سكنة لهذا وعطيني ألفين هكتار هنا وعطيني أصبحت هذه أنا نقول لكم يعني للجميع يعني لكنتم خاصة أنكم تزعمون أنكم متدينين هاو لا جماعة تفافة اسمين لا يزعمون ذلك على سبيل المثال يعني وإن كان شهادة التزوير سوى متدينة وغير متدين الجريمة الحقيق في الدنيا عار وإذا تمكن منكم الشعب ستدفعون الثمن وما عند الله أعظم باش نرجعوا للموضوع الكارثة الأخرى هو أنه زادوا زادوا أصبحت النسبة 46% ما عرفيش فرق كبير مع 48% اللي قالوها اللولا لكن الحقيقة هي النسبة اللي مشاوا عليها هي 23% بمعنى النسبة دوبلاوها ضعفوها من 23% لـ 46% فالحالم الخارجي يقول لكم وشنو هذا يعني المحكمة الدستورية عندما يلجأ لها الناس ما هوش باش تشوف تغير النتائج 100% النسبة كان 23% تولي 46% الأرنب الحمسي كان مدي 178% يولي 900% ومنش عارف كم والآخر كان مدي 122% يولي 600% وزايد ما تمشيش لا هذا رغى خمسة أضعاف وبالنسبة لتبون بالملايين 530% ولا تقريب 800% 8 ملايين تغيرات بالملايين لا تمشيش هذه إيهانة كبيرة لأي سلطة تخرج من هذه الانتخابات إيهانة داخلية وخارجية الناس ربما يقولون لكم وحدكم ما عرفوش تزوروه يعني مثل هذاك التلميذ الغبي جدا اللي عوضي يكوبي على صاحبه اللي قاعد بجنبه ويبدأ يكوبي فيكوبي ينقل حتى اسمه ينقل حتى اسمه رقم بدل ما يعرف فاش ينقل رك تنقل ولا سامح لك هذاك الحارس قال لك روح انقل ما عليش فيروح ينقل ينقل كوارث بمعنى أن المصحح من بعد يشوف باللي صفحتين هذا وكيف كيف بل بالعكس رأو ناقل حتى الاسم انتع صاحب مثلا لا لكن احنا نتكلم على دولة والمفروض عندها مؤسسات مستقلة منذ 62 سنة ويظل يقول المؤسسات المؤسسات والدستور وعندنا برلمان وغرفتين وعندنا رئة الجمهورية وفيها 700 مستشار وعندنا وعندنا مخابرات ما ليش عارف واش وعند شنو هذا ما هذا ما هذا العبث فايدا بالكارثة أخرى ولذلك شلاحظنا أن في بعض الدول سارعت مثل بايدن وماكرون وبوتين حتى حتى وتبون منزعش سارعوا إلى تهنئته كين دول أخرى انتظرت حتى خرجت لنا نتائج تعلو البارحة لكن لماذا بايدن وهذا موضوع ببنا نتكلم عليه من بعد شوية في قضية العلاقات الخارجية لكن لماذا بايدن وترامب وبوتين لماذا سارعوا ما أجيبونا تبون أبقى هذا النظام ولي نحبوه نظام رديء فاشل نظام يقدم لنا الجزية يفتح لنا الأجواء يفتح لنا الموانئ يفتح لنا الخزائن يفتح لنا الأرض البترول يفتح لنا معانا في الحرب على الإرهاب ماذا بينا وحتى بوتين عنده مشاكل معهم في ليبيا وفي مالي ممكن يعود بهذه الانتخابات يتنازلوله على منقفهم في ليبيا وفي ماء مثلا فدول كبرى ودول خارجية تريد جزائر ضعيفة يحكمها المفسدون الراديؤون الفاشلون وأيضا مليح هذا كله عندهم جرائم تحت تسعينات باش معندهم شون يتحركوا شينغريحا معنده شون يتحرك الآخر معنده شون يتحرك هم شافوا باباهم نزار لاحقوا القضاء السويسري حتى جماعته قبروه باش يقبروا القضية القضية لم تقبر تهمة التي وجهت لنزار لم توجه له وحده ونزار تهمة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية هو ومساعديه أي كل أولئك الضباط الذين ثبت أنهم مارسوا القتل والتعذيب والاختطاف والاختصاب والمجازر كل من يثبت عليه ذلك كلاس القضية حسيمات هذه برك نذكر بها جماعتهم ترجمة نانسي قنقر